موسيقى قبل أن نبدأ في رسالة اليوم نهاردة بيوافق الأربعاء موافق يوم 9 بقونا يوم 16 ستة نقل أعضاء جسد القديس العظيم في الوباتير ماركريوس أبو سفين إلى مصر وعشان كده بنحتفل النهاردة بتضميغ الرفات بتاعته وده العيد الثالث للقديس العظيم في الوباتير ماركريوس أبو سفين بركة شفاعته وصلواته تكون معكم ومعانا جميعا أمين رسالتنا اليوم يوم الأربعاء من الأسبوع السابع من الخماسين المقدسة حبائي ورسالة معتمدة أيضا على الرسالتين السابقتين رسالة الاتنين كانت قلنا عبارة عن نبدأ حياة الخلوة في لبي واحد سبعة وعشرين فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح ومبارح قلنا علاقة شخصية في لبي اتنين تلتاشر الله هو العامل فيكم النهاردة بنعمة المسيح يا حبي الإنسان اللي يتمتع بهذه العلاقة الشخصية يكون عنده روح الخدمة رسالتنا اليوم النهاردة الروح القدس والخدمة ولما أقول خدمة مرة أخرى زي ما بقول في يوم الأحد اللي بيتابع معنا رسائل يوم الأحد الخدمة مش بالضرورة الخدمة في بيت الله لكن خدمة في بيتك لأهل بيتك خدمة لأقاربك أي عمل بتعمله حنشوفه كخدمة بس حنفهمه من عمل الروح القدس وليس من أنفسنا كل إنسان كده يستعرض إمكانياته ويستعرض مواهبه ويستعرض قوته ويستعرض خدماته أنه يقدر يعمل كده وأنه يقدر يساعد كده ولأ النهاردة عايزين نشوف من عمل الروح القدس وبالتالي خدمة الإنسان ليه تفرج تفرج لأنه أي خدمة عادية خدمة بشرية حتاجي في وقت من الأوقات زعلت من فلان يبقى مش هتخدمه لا ما يستحقش أن أنا أخدمه ولا يستحق أن أنا أضحي من أجله لكن الروح القدس لا يقول لك حتى لو كان الرد الفعل بتاعه كده هنفضل أن إحنا نخدم وبالتالي في ثلاث كلمات النهاردة الخدمة دعوة والخدمة ثمر والخدمة صلاة هذه الرسالة تنفع للخدام والخادمات وتنفع لكل إنسان يا حبائي دعاه الله لخدمة سواء في بيته أو سواء في حياته أولاً الخدمة دعوة في عدد ستاشر إنجيلي النهاردة أيضاً زي إمبارح في يحنى خمستاشر تلاتاشر ستاشر يقول لنا كده ليس أنتم كلها من عدد ستاشر ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم الله هو صاحب المبادرة هو صاحب الاختيار بتاعنا وهنا دعوتنا يعني الله لما يدعو كل إنسان للخدمة عشان يقول له كده مش عشان أنت كويس ولا عشان أنت فيك شي حل ولا عشان أنت إنسان صالح ولا عشان فيك أي حاجة حلوة إنك أنت ممكن تخدم بيها ومال عشان إيه عشان دي نعمته المجانية عشان دي دعوته اختيار الله لنا يا حبائي في الخدمة في حد ذاته يورينا إن إحنا في زواتنا ما نقدرش نفتخر بأي حاجة في الخدمة قال عنا معلمنا أبو لسا الرسول أنا ما أنا بل نعمة الله التي معي وهي ليست باطلة وبالتالي طب تفيدني بإيه يا بونا لو كانت الخدمة دعوة أولا تذكرني إن أنا مش حقدر أعمل حاجة من غير المسيح ثانيا ما عنديش فضل في أي حاجة في الخدمة حتى لو نجاح بس ده عمل الله ونعمة الله ثالث حاجة ودي أحلى حاجة في الخدمة في الدعوة إن الله نفسه هو اللي بيكون مسؤول عني في الخدمة وهو اللي بيكون مسؤول عن الخدمة نفسها الروح القدس هو اللي حيجون بالعمل هو اللي حيجون بالخدمة يا حبائي الروح القدس يقول كده كتابه الأباء الخدمة هي مسؤولية مباشرة للروح القدس عشان كده سيد المسيح قال له قال له التلاميذ وإيه؟ لا تبرحوا أورو شليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي الروح القدس هو اللي أعلمكم الروح القدس هو اللي يرشدكم في الحق الروح القدس هو اللي يبكتكم يبكت الخادم ويبكت المخدوم على كل بر وعلى كل خطية وعلى كل دينونة الروح القدس هو عمله في الخدمة هو عمله كما أرسلني الآب هكذا أنا أرسلكم عشان كده يا حبائي أول حاجة ضعها في اعتبارنا ما تهبش الخدمة بس افهم الخدمة صح أولا الخدمة دعوة ثانيا الخدمة سمر كلمنا عن السمر أول إمبارح اثبتوا فيها عشان حتى يأتي يأتي تأتي بسمر كثير الخدمة سمر يقول كده في تكملة عدد 16 أقمتكم لتسهبوا وتأتوا بسمر ويدوم سمركم يعني إيه؟ فيما هن الخدمة هي دعوة يا حبائي ولكن هي دعوة لإيه؟ للعمل مش للكسل يا ما في ناس كثيرة وسمحوني في هذا التعبير الهوية بتحتي أو الكرتب بتاعي أنا خادم أجي مدرس الأحد ما أجيش مش مشكلة أخدم فلان ولا ما أخدمش مش مشكلة المهم إن أنا عندي إيه؟ عند البطاقة بتحتي بتقولي أنا خادم وأي واحد في الكنيسة يشاور علي يقول ده خادم وأي واحد برة يشاور علي يقول ده خادم لا خادم معناه إن أنا أكون مجاهد خادم معناه إن أنا أكون خدام للآخرين خادم معناه إن أنا ما كنتش خادم كسلان الخادم بعد دعوته هو المسؤول إنه هو اللي يجلب الأرض زي الفلاح هو المسؤول إنه هو يزرع هو المسؤول إن هو يسقي سيب السمر بعد كده هو اللي ينمي زي ما قال معلمنا بولس الرسول دي مسؤولية ربنا ليس الزارح شيء ولا الساقي شيء ولكن الله اللي إيه ليس الغارس شيء ولا الساقي بل الله الذي ينمي لكن دور إن إيه ما هو الفلاح عمره ما حيجيب السمر ولا عمره ما حيكون عنده محصول لو ما جلبش الأرض وتعب وسهر وصحة في الفجر ولو ما زرحش الأرض ولو ما سجاش الأرض يبقى عمره ما حيكون عنده محصول الخدمة سمر الخادم بيطلب سمر الله بيطلب دايما الله بيطلب دايما سمر من الخادم وفي المخدوم الله الخادم دوره إنه مش بيفتش على السمر بيقدر ما بيفتش عن عمل الروح القدس في حياته ليه؟ لأن السمر داية بس الهدف بتاعه إنه لازم يسمر يعني أتمنى الناس تفهمني صح مش إنه ما يطلبش سمر يعني مش ما يسعاش ليه هو حيخدم جاب سمر جاب سمر مش مشكلة بس هو بيعمل اللي عليه لا لا أنا بستغل وبعمل عشان يديني يا رب سمر عشان عايز أفرح قلبك بسمر في المخدومين أو في الخدمة يبقى إذن هو ما بيطلبش سمر عشان لو ما جاش سمر بعد سنة لا ما فيش فايدة ما فيش فايدة في المخدومين دون عمرهم ما حيفلحوا عمرهم ما حينجحوا عمرهم ما حيرجعوا للمسيح لا 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 سيبك منهم ويتلاقي إنه الخادم بيعمل إيه؟ هلس فقد الرغبة أصلا في الخدمة لا السمر داية ممكن ما يجيش في الوقت اللي أنت بتخدم بيه لكن حياجي ممكن ياجي في وقت آخر يحصد وصمى يلاقيه خدام آخرون سيد المسيح قال لي كده وناس تعبوا وأنتم دخلتم على إيه؟ على تعبهم ممكن ما تلاقيش السمر السندية لكن ثق أن الله حيفرحك بعمل الخدمة بتحتك طالما إن هي كانت بأمانة وبصدق وباشتهاد أمام الله وبالتالي تدوم الخدمة البازلة بإخلاص وبأمانة آخر حاجة يا حبائي في الخدمة هي صلاة قال لهم كده سيد المسيح لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم بإسمي دي برضو في عدد 16 يبقى الآية كلها على بعض يا حبائي يقول كده ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم آدي الدعوة لتسهبوا وتأتوا بسمار ويدوم سمركم آدي السمر ثالث حاجة لكي يعطيكم أبي كل ما طلبتم بإسمي درسي بيتعلموا الخادم يا حبائي في إعداد الخدام أنه هو يكون عنده إيه؟ أنه يكون عنده الركب المنحنية أنه يكون عنده الأياد المرفوعة الأياد الغير مسترخية أنه يطلب من الآب بإسم المسيح عشان يدي له نعمة في الخدمة بتاعته عشان يضمن الاستجابة للطلبات بتاعته وبالتالي تصبح كل صلاة وكل طلبة محمولة ولمسة الروح القدس وبالتالي تأتي بسمار في حياة الإنسان بس لازم الإنسان إيه؟ أنه هو يطلب يقول كده الآباب الصلاة هي سلاح الخادم وقوته وهي مسؤولية الروح القدس الذي يرفعها للآب مشفوعة بالدم وبالتالي هو اللي يغير يبدل الطلبة بتاعتنا لو طلبة غير صالحة أو غير مناسبة الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها وبالتالي الروح القدس هو اللي يعمل إيه؟ قلنا عليه وقبل كده هو يعلمنا وهو يدينا تأكيد للاستجابة هنا نروح القدس هو من خلال الصلاة بتاعتنا هو الشفيع لينا هو ليحمل لينا هذه الطلبات قصة قصيرة أتذكر عن أحد الخدام في يوم من الأيام قدسة دية في مصر دعية أحد الخدام أنه هو يخدم في كنيسة في القرية ولما نوصل الدول أوضى قال له استريح فيها شوية وبعدين انزل للخدمة فجام عيد الخدمة وجاء الأب الكاهن فلان مجاش الخادم مجاش وبعت واحد من الشمام سأوى الخدام قال له امشي كلم الخادم قل له يلا عشان احنا ابتدينا الاجتماع ماشى الخادم يخبط مفيش حد بيرد عليه رجع لأبونا قال له مفيش حد بيرد يا ابونا قال له لا أنا متأكد انه في القوضة بتاعته امشي خبط ماشى خبط هو بيخبط سمع واحد جوا بيقول له كده لو ما جتش معايا مش حنزل الخدمة فرجع لأبونا قال له يا ابونا ده معاه واحد وقال له كده والظاهر انه هو مرافض انه يطلع معاه قال له لو ما جتش معايا مش حنزل للخدمة فقال له خلاص سيبوا سيبوا وقت ما حينزل حينزل للخدمة وفعلا مفيش خمس دقايق وجاء الخادم للخدمة وكانت العزة بلمسة الروح القدس اشعلت قلوب كثيرين يا حبي لما نرجع جاء الخادم اللي مش حبط عليه قال له هو مين اللي كان معاك في القوضة قال له ما كانش معاي حد قال له لا كان معاك حد أنا سمحتك بتكلم واحد بتقوله كده لو منزلتش معايا للخدمة أنا مش حنزل قال له حاجة بيني وبين ربنا لو ما اقدرش ان انا انزل اي خدمة ما لم يكن المسيح معايا في خدمة فانا طلبته لو ما نزلتش معايا انا مش حنزل الخدمة قال له عشان كده الله اعطى للكلمة بتاعت الروح القدس اللي انت نطقت بيها اعطى بيها لمسة في قلوب الآخرين الى حبائي مسيحنا القدوس بروحه القدوس بيدعو النهاردة كل انسان من خلال العلاقة الشخصية ومن خلال كلمة ربنا بيقول لكل انسان تعال اخدم اخدم في بيتك اخدم اهلك اخدم في كنيستي الخدمة دعوة الخدمة صمر الخدمة صلاة والروح القدس هو الذي يعمل في كل هذه الطلبات لان حنكرر في لبي اتنين طلعتاشر لان الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المصر لالهنا كل المجد والاكرام والسجود من الان والى الابد امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة